موسيقى يستمر مسلسل التهجير القصري لسكان المناطق المحاصرة في سوريا مع استكمال صفقة إجلاء سكان بلدات الزبدان ومضايا التي تحاصرهما قوات النظام وميليشيات حزب الله غرب دمشق في مقابل كفرية والفوعة التي تحاصر هما فصائل معارضة في محافظة إدلب شمالي سوريا اللافت في القول أن القول الفصل في اتفاق الإجلاء القصري لسكان البلدات الأربع كان لميليشيات طائفية محسوبة على إيران تدعم النظام السوري من جهة وفصائل معارضة متشددة من جهة أخرى استفقات تهجير عربوها من يتحكم بمسارات الحرب وجل ضحاياها مدنيون عزل معنا من الرياض عضو الاتلاف الوطني السوري مصطفى نواف العلي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار ما الذي يحدث على الأرض السورية؟ نحن نتابع في أستانا اجتماعات في جينيف اجتماعات أخرى لكن يبدو على الأرض تسير الأمور من قبل أطراف لا تحضر هذه الاجتماعات ويبدو أنها تتصرف كأنها هي فعلا الآمر الناهي ومن يحدد مستقبل سوريا كيف تعلق على ما حدث؟ مساء الخير لكم والأستاذ المشاهدين سيدي أرجو أن تتقبلوا صراحتي في هذا الموضوع هذا الموضوع أولا الحقيقة لا يمكن أن يقضى بدقائق معدودات هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل ونحن دخلنا في هذا البحث مطولا ولدينا كثير من الدراسات في هذا الموضوع في موضوع التغيير الديمغرافي والتهجير القسري هذه المسألة بدأت عندما إبان غزو العراق عندما قالت كونداليزا رايس وتحدثت عن الشرق الأوسط الجديد وتحدثت عن الفوضى الخلاقة أو التدمير البناء إلى ما هناك من مصطلحات خطيرة جدا لا يدرك أحد معناها في رؤيتهم هذه التعاريف لها معنى عكس ما يدعون من الدفاعهم عن الإنسانيات وإنسانياتهم وديمقراطياتهم التي يسويقونها إن كان في أمريكا أو في الغرب عموما ودول الإتحاد الأوروبي وأنا أتكلم بدقة هنا لأني أعلم جيدا من هم الذين يدعمون هذا المنهج منهج التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا هذا الأمر يا سيدي هو يتم برعاية رسمية برعاية أممية رعاية أنا مسؤول عن هذا الكلام وأقدم لك الإثباتات ويتم برعاية رسمية أممية وأرسلت الأمم المتحدة مندوبا لها أول ما بدأ جولته في سوريا عندما قال محاولة إيجاد الهدن وتحدث عن هدنة حلب التي فشلت ثم لاحقا رأيناها يعني بذلت كل الجهود من طرف المجتمع الدولي لتبدأ هذه مسرحية الهدن التي كانت هي هدن إنما من طرف واحد من طرف الغالب على المغلوب وبدأ مسلسل التهجير القسري الذي تبعه مسلسل التغيير الديمغرافي التهجير القسري هو مقدمة وهناك كثير من العوامل الحقيقة التي ساعدت بها الأمم المتحدة بشكل مباشر وساعدت بها ساعد بها المجتمع الدولي الذي يدعي ويتحدث عن يعني يتحدث عن مساعدته ويعني إنسانياته تجاه المجتمع السوري تجاه الشعب السوري الذي قام على طاغية إنما هم رأوا بهذا الطاغية بأنه طاغية مفيد لهم وبالتالي تمسكوا به وحاولوا أن يكرروا السيناريو الذي حصل في العراق وهم الآن عندما يقولون فوضى خلاقة أو تدمير بناء رأيتم حلب كيف سحقت وسحق أهلها المدنيون دون ما أن تدخل قافلة لا بل دون ما أن تدخل يعني ربما يعني كرتون واحد من المساعدات وعندما دخلت يعني قافلة صغيرة من الحدود التركية إبان تدمير حلب لتقدم لبعض المشردين في البرد القارس بعض الأدوات تقاذفت أمريكا وروسيا مسؤولية تدمير هذه القافلة وهذا ديدا يعني هذا أهم أحد العوامل التي ساهمت اسمح لي نتكلم بصراحة ونتحمل الصراحة مع بعض الآن إذا ما نظرنا إلى أطراف هذا الاتفاق والتفاهم يعني أولا أمم المتحدة في نقطة هم مع الهدى من أجل وقف إطلاق النار لكن عمليات التبادل تبادل الناس أن يخرجوا ويكتم تبادلهم هذه أطرافها من طرف إيران حزب الله النظام وأطراف أخرى محسوبة على المعارضة المسلحة وأيضا النصرة يعني في طرف وهناك من يقول أن عسكريا عمليات هذه التي كانت تتم كانت تتم نهاية شبه طبيعية لخطط عسكرية خاطئة ولفصائل كانت تبحث عن مصلحة آنية وجغرافية انتهى بها الحال إلى هذا الوضع بداية سيدي هذا التشدد الذي هم يدعون أنه يمثل المعارضة يعني شيء غريب أنهم هنا يدعون أنه يمثل المعارضة وهناك يدعون أنهم يحاربونه فكيف تتم هذه هذا تناقض كبير يعني هذا التشدد الذي يدعون أنهم جاءوا لمحاربته هو لم يكن إلا ذريعهم فتحوا أبواب أوروبا وأمريكا وكل بلدانهم وكل بلدانهم أؤكد على هذا المصطلح فتحوا أبوابها على مصرعيها وسهلوا دخول كل المتشددين وكل المجرمين وشداد الآفاق من بلادهم ليأتوا إلينا ويهجرون نحن أصحاب الأرض الأصليين ويهجرون ويساهموا ذا سيدي هؤلاء لم نرى لهم نقطة التحام واحدة مع النظام ولا مع الميليشيات التي جاءتنا الإرهابية التي جاءتنا من العراق وجاءتنا من أفغانستان نتحدث هنا عن جبهة النصرة المجوس الإيراني وحزب الله جميع التشدد الذي يدعونهم محاربتهم هو بأمان طالما هم يدعون بهذا السياق محاربته نحن لا يمثل الثورة من يرحل سوري واحد الآن عندما وجدوا أن طبيعة الديمغرافيا السورية تختلف عن العراق لجأوا إلى أساليب أخرى التي هي مجموعة من العوامل من بينها الحصار الجائر يا سيدي أنا لن أذهب بك بعيدا أقول للأمريكان الذين هم يتسيدون أو يدعون سيادة العالم هم أنزلوا الأسلحة الثقيلة إلى من جاءوا بهم من خارج الحدود حزب البيدي الإرهابي الذي مكنوه من الرقة وريفها وريف حلب الشمالي هم جاء أنزلوا له الأسلحة الثقيلة بينما وهذه أهم دولة هي من الدول الفاعلة في المنظمة الأممية الأمم المتحدة بينما لم تستطيع أن تنزل طن واحد من الغذاء لأهل وعر المحاصرين لأكثر من سنتين ولأهل حمص الأطفال حمص الذين رأيتموهم جلد وعظم يعني وأخرجوا بما لم يحصل لا بأفريقيا ولا ببلاد أخرى لم يتمكنوا من إنزال طن واحد من المساعدات بينما نراهم أنزلوا الأسلحة الثقيلة لإعصاباتهم التي استقدموها من خارج الحدود بقصد إجراء التغيير الديمغرافي الحاصل في الشمال أنت تحدثت الآن عن التغيير الديمغرافي الحاصل في دمشق وهذا مسلسل طويل ورأيتم عندما هجر أهل دارية من الذي رعا؟ الذي رعا هي المنظمة الأمم المتحدة لو شاء المجتمع الدولي لو أرادوا لأنقذوا هؤلاء المحاصرين ومنعوا أليست ميثاق الأمم المتحدة؟ هو الذي يقول بحماية المدنيين في الحرب والسلم؟ أين تطبيق ميثاقهم؟ أين تطبيق 16 قرار أممية؟ لم يطبقوا منه ولا بند واحد إسمح لي هنا أيضا باختصار فيه رسائل على النشطاء السياسيون يقولون لماذا لا يتم بحث هذا الموضوع لا في أستانا ولا في جينيف والمعارضة موجودة في الطرفين وتذهب وتحضر لكن هذا الموضوع لا نجده يبحث على الأجندة لماذا إذن المعارضة هناك؟ تقصد موضوع التغيير الديمغرافي ومن قال لكم يا سيدي أنه لم يتم بحثه لكن نحن عندما نذهب إلى الأولويات التي هي حفظ دماء الشعب السوري نحن نبحث كل هذا لكن وقدمنا وأنا من الذين قدموا تقريرا إلى إحدى الهيئات الأممية إلى هيئة التحقيق الأممية أنا قمت ببحث حول التغيير الديمغرافي والانتهاكات التي قاموا بها ممثلي العصابات التي هي ممثلي الأمريكان في الشمال السوري وتحدثت مطولا عن وضوع التغيير الديمغرافي وقدمت هذا التقرير وقدمته كذلك للأمم المتحدة ولعدة هيئات أممية لكن عندما يتم تجاهل صرخات الذين يقتلون المدنيين تحتها التي جربت أكثر من 66 سلاحا حديثا روسيا كما هي تصرح بكل وقاحة ولم يقوم المجتمع الدولي بأي إجراء فما بالك عندما تحدث عن تغيير ديمغرافي هم لم يتحركوا من أجل حماية مدنيين تحت قصف آلة متوحشة جاءت من كل أسقاع الأرض يعني نحن إذا لا نبالغ إذا كنا أن هذا الشعب يواجه العالم حتى نختم هنا تقول أن هناك في تجاهل دولي وتلقي باللائمة على الأمم المتحدة في هذا الملف أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى نوافل علي عضو الاعتلاف الوطن السوري حدثنا من الرياض